الاسبوع الماضي أزعنا استغاثة الطالبة منها طال الله هشام حسن سابت اللي هي في الصف الثالث الاعدادي والبالغة من العمر 14 سنة وهي من محافظة أسيود هذه الطالبة كانت قد تعرضت لحادث دهس من سيارة نقل وذلك حتى تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي زي معودنا الرئيس عفتاح سيسي بإنسانيته المعهودة استجاب لنداء الطالبة واستغاثتها وفضوء توجهات السيد الرئيس صدرت تعليمات من القائد العام للقوات المسلحة لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنسيق مع هيئة الأسعاف المصرية لنقل الطالبة منها طال الله إلى مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة نظرا لتوافر التخصصات الطبية اللي بتحتاجها وتم نقل الطالبة واستقبلها بالمستشفى يشكو أولياء أمور طلاب مدارس النيل المصرية الصف الثاني عشر يعني ما يعادل تانية سنون من مطالبة بعض أولياء الأمور أولياء أمور صف الحدي عشر بمحاولة تطبيق قرار إلغاء التسلسل الدراسي لمدة 12 عاماً والاكتفاء بتسلسل دراسي 11 عاماً فقط اللي صدر لصالح طلاب الشهادات الأجنبية المعادلة بناء على قرار وزير التعليم العالي بتاريخ 6-21-21 ولم يتم فيه ذكر مدارس النيل والذي ينص على السماح للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات دون إتمام 12 عاماً دراسياً أولياء الأمور فوجئوا بهذا القرار وخاصة أن شهادة هذه المدارس لا تعتبر شهادة معادلة أجنبية بل شهادة ثانوية مصرية بمعايير دولية القرار الخاص بتنسيق شهادة النيل هذا العام 20-21 تم نشره فيه جريدة الوقاع الرسمية في 5-7-21 أي بعد صدور قرار الشهادات المعادلة بفترة طويلة وتم توزيعه على دفعة هذا العام وبناء على هذا القرار لا يجب معاملة طلاب مدارس النيل المصرية الصف الثاني عشر والصف الحادي عشر بنفس الطريقة ودخولهم سوياً في التنسيق الحكومي هذا العام ويجب تطبيق قرار التسلسل الدراسي الـ 12 لكل الطلاب المدارس النيل المصرية دي يعني رؤية أولياء الأمور أحنا بنرفحها للسيد وزير التعليم وأيضاً أي وجهة نظر أخرى أحنا مستعدين برضو نتحدث عنها طيب عندنا أزمة الـ 36 ألف معلم ما زالت مستمرة طول كانوا التحقوا للعمل بوزارة التربية والتعليم عن طريق مسابقة رسمية وأعلت نتائية في فبراير من العام 2019 واستلموا العمل واشتغلوا لحد شهر مايو من نفس العام وفوجوا بعدها بقرار بعدم استمرارهم في العمل دون أي مبرر حقيقة الناس دي بتناشد سيد وزير التربية والتعليم بضرورة أن ينالوا حقهم لأنهم دخلوا بناء على مسابقة مشروعة واستلموا عملهم طيب الأيام الماضية كان قد تعرض خمس عمال مصريين في ليبيا إلى واقعة اختطاف على يد الميليشيات تم الإفراج عن أربع منهم مقابل فدية تم دفعها والعامل الخامس للأسف عزبوه وتوفي جراء ما تعرض لهم التعزيم الشهيد المتوفي هو من أبناء مركز ديشنة اسمه عبدالفتاح فؤاد ترك خلفه خمس أطفال صغار بلا دخل وبلا أي أموال لمواجهة الحياة الحياة احنا يعني هذه الشكوى بنرفعها للمسؤولين ولوزارة الخارجية اللي احنا محتاجين حق هذا الشهيد وإحنا بناشد بالفعل سيد محافظ غنى أن يضمن لأسرته ولأبنائه حياة كريمة ويعني الشهيد حتى انتظر فيه على الحدود فترة من الوقت يمكن دلوقتي بيتحرك إنما الناسنا هناك في ديشنا كانوا متألمين جدا نتيجة ما حدث شاب شاب في رعان الشباب يحدث له هذا الأمر لازم بأن موقف ولازم نعرف مين اللي قتله ولازم نطلب التعويض اللازم من الحكومة اللي بي على ما حدث لهذا الشاب اللي مات غدرا نتيجة تعذيب قد تعرض له بلا ذنب وبلا جريرة احنا في انتظار بالفعل إن وزارة الخارجية تأخذ موقفها القوي في هذا الأمر عدد من الأرامل والمطلقات بمركز أهناسيا المدينة حفظة بن يوسيف تقدمنا لبنك الإسكان والتعميل للحصول على شغاق منذ عام 2019 وحتى الآن لم يحصلنا عليها رغم سداد المقدم وجميع الأقصاد ولديهم أبناء كبار في حاجة للسكن أزمة كبيرة تواجه شاغل المستعمرات السكنية التابعة لوزاة الكهرباء والتي تم تنظيمها بمختضى المادة رقم 17 وأما بعدها من لائحة أسكان العاملين لتسكين الفنيين والمهندسين بجانب محطات الكهرباء عشان يتابعوا الأمر بسهولة واستدعوهم في أوقات الطوارئ والأعطال عدد هؤلاء يقدر بحوالي 51 ألف ساكن تم منحهم هذه الوحدات منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والآن ومنذ حوالي شهرين صدر كتاب دوري من رئاسة مجلس الوزراء لجميع الوزراء ومن بينها الكهرباء تضمن الكتاب تقرير هيئة الرقابة الإدارية حول الوحدات المخصصة سكناً إدارية للعاملين بأجلس الدولة ومنهم العاملون بالكهرباء هؤلاء الأسر تواجه مصير مجهول بعد بدء وزارة الكهرباء في تنفيذ إخلاء هذه المستعمرات يا جماعة الناس دي طول عمرها سكناً والناس دي ما خدتش الشؤة دي اعتباطاً خلت الشؤة دي لتنفيذ مهام محددة النهار دا انت لما تيجي تمشيني من شائتي ومن بيتي هروح فين؟ هدور على بيت فين؟ مش هلاقي في الزمن ده مش هلاقي وعشان كده الرحمة بالعاملين الرحمة بالناس دي الناس دي قدت كتير وبزلت جهدي كبير وأفنت حياتها من أجل الشركات اللي هم مشغلين فيها فأنا بناشر للحياة سيد رئيس الوزراء أن يراجع هذا القرار وأن يعتبر أن صاحب الشقة هاتوا أعود معاه أعودوا معاه أقولوا أعزين إيه؟ لك ما تطلطوش ما تمشوهوش بهذا الشكل دي قضية خطيرة وعملة مشاكل غير عادي موسيقى